السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حساب أبل جديد 2018 وفعل الجرس ليصلكم جديدها تباعا ما هو هذا الجديد؟ الوضع الذي كان في السابق لإنشاء حساب مجاني كنا أمام اختيارين رئيسيين إما الدخول إلى أبستور بعد تسجيل الخروج بحساب قديم والضغط على أي تطبيق مجاني لاحظوا كانت تظهر مجموعة من الخيارات إنشاء حساب جديد الدخول بحسابك القديم وإلغاء الآن خياران اثنان الثاني طبعا منطقي هو إلغاء والأول هو تسجيل الدخول بالضغط عليه نحن مدعونا لإدخال البيانة الطريقة الثانية كنا نذهب إلى أبستور في الإعدادات بالدخول إلى إعدادات ننزل إلى أبستور بالضغط كنا نجد خيارين إذن كنا نجد تسجيل الدخول وكنا نجد إنشاء حساب جديد اختفى هذا الخيارات فما الحل؟ الحل بإذن الله موجود بالذهاب إلى حسابات وبروموس سرية ثم ننزل إلى إضافة حساب جديد ثم الضغط على كونت آي كلاود ثم ننزل إلى إنشاء حساب أبل أو معرف أبل أو الآي دي أبل الجديد ونبدأ في ملء البيانات على بركة الله إذن تاريخ ازدياد ملء تاريخ ازدياد نذهب إلى التالي نحن مدعون إلى كتابة الإسم الشخصي والعائلي ثم الضغط على التالي بعد كتابة الإسم الآن نحن مدعون إلى إدخال بريدنا الإلكتروني الحالي كيفما كان نوعه بريد على جيميل أو مايكروسوفت أو عبر إنشاء بريد جديد على آي كلاود هذه هي أقصر طريق مباشرة نمر إلى إنشاء إيميل على آي كلاود وهو سيكون في آن واحد معرفنا لدى أبل وافق تأتي خانات الرمز السري أملأ الرمز السري وأعود إليكم بعد قليل أضغط التالي تأتي مرحلة اختيار الأسئلة أجبت عن الأسئلة أسئلة الأمان أضغط التالي تأتي صفحة الموافقة على الشروط أقبل وأكد قبول أنتظر قليلا ويتم إنشاء الحساب كأي حساب بريد لأن أضيف فيه ما أريد من عناصر للإيميل لجهات الاتصال التقويم والتذكيرات أضغط أنروجستري إنهاء وحفظ وهكذا أنشأت في آن واحد بريد إلكتروني وحساب إدي أبل أو أبل آيدي اللي نذهب إلى تحميل تطبيقنا الآن مطلوب مني تسجيل الدخول سوف أسجيل الدخول وأعود إليكم عملية التحقق هذه تتم بكل بساطة بالذهب إلى الإعدادات ثم الضغط على أول عنصر فيها بعد حقل البحث والضغط على آيتون ستور العنصر الثاني وأضغط مواصلة لأسجل دخولي في آيتون ستور بإسم المستخدم ورمز المرور تختلف الواجهة بالنسبة لديكم لأنني أنا الآن مرتبط بآيكلود عبر حساب آخر ولكن هذا لا يهم بعد تسجيل الدخول يعتبر هذا تحققا إذن المرحلة الموالية هي ملء بعض البيانات أختار الدولة أقبل الشروط بعد أن اخترت الدولة وأضغط التالي تأتي هنا مجموعة من المعلومات الكلاسيكية الجينز الاسم العائلي والشخصي مملوء سلافا توصل بتحديثات أبل في مختلف المجالات ثم تضغط على سويل التالي وسيلة وسيلة الأداء أختار بدون لأنني أريد إنشاء حساب مجاني لاحظوا أجد مجموعة من البيانات مملوء سلافا إذن هنا أكتب العنوان الرمز الباريدي الهاتف ضغط التالي بعدما البيانات أنتظر والحمد لله تم إنشاء الحساب على أب ستور الجزائري على سبيل التجربة بالطريقة الجديدة انتلاقا من آي كلاود 2018 أضغط استمرار سأقوم بتحميل إذن لتأكد سوف أقوم بتحميل تطبيق مجاني ليكون هذا مثلا لأتأكد بدأ تحميل التطبيق تبقى بعض الأمور الفرعية هكذا أنهيت معكم جميع مراحل إنشاء الحساب تبقى المراحل الأخيرة هي مراحل تحقق ليس إلا وليست رهينة بالسرعة في إنجاز الإجراءات كما هو الشأن بالنسبة للمراحل الأولى المتمثلة في ملء البيانات على خوادم أبل كان هذا هو كل شيء اليوم إلى أن ألقاكم في مرتين قابلة اهدمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر